بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم درس الإسم المقصور بأسهل طريقة ممكنة الإسم المقصور بكل بساطة يعني كل اسم معرب آخر هو ألف لازمة أصلية مفتوح ما قبلها ألف لازمة أصلية مفتوح ما قبلها يعني كل اسم معرب يعني مش مبني كل اسم معرب آخره ألف لازمة يعني الألف دي أصلية ألف موجودة في الكلمة نفسها مفتوح ما قبلها زي كلمة هدى كبرى أعلى مستشفى عليا دنيا مصطفى هدى رضا عصى كل كلمات دي آخرها ألف أصلية مفتوح ما قبلها في الاسم مقصور لو رسمنا الألف ألف يبقى اصلها واو ولو رسمنا الألف ياجي يبقى اصلها ياج يعني مثلاً كلمة عصى أخرها أ police ولو الكل في اخر الكلمة رسمناها يااء يبقى اصلها ياج بجي عرب الاسم مقصور خلي بالك ان اسم مقصور يعرب حسب موقعي في الجملة لكن المهم عندنا انه يعرب بحركات اصلية مقدرة على الالف يعني هتقول فعل مرفوع علامة رفعية اضم المقدرة يعني لو قلت لك مثلا جاء الفتى الفتى فعل مرفوع وعلامة رفعية اضم المقدرة ليه عشان هو اسم مقصور يبقى اسم مقصور لو مرفوع او منصوب او مجرور هنعربه بعلامة مقدرة الاخر حاجة عندنا في الاسم مقصور هي جمع الاسم المقصور وتسنيته الجمع والتسنية هناخد السهل الاول اللي هو جمع المذكر السالم لما تيجي تجمع الاسم مقصور جمع مذكر سالم هتعمل حاجة بسيطة جدا هتعمل ايه هتشيل الالف وتحط علامة الجمع بس كده هتشيل الالف وتحط علامة الجمع بسيطة جدا وسهلة زي كلمة مصطفى مصطفى دي ايه مصطفى ده اسم مقصور هنجمعه جمع مذكر سالم قلنا هنعمل ايه هنشيل الالف ونضيف علامة الجمع يعني في الجمع هتبقى ايه هتبقى مصطفون ولو منصوبة او مجرورة هتبقى ايه هتبقى مصطفين يبقى مصطفون او مصطفين كلمة مثلا زي ادنى كلمة ادنى هنجمعها جمعة مذكر سالم هنعمل ايه هنشيل الالف ونحط علامة الجمع هيبقى ادنون ولو منصوبة او مجرورة هتبقى ايه هتبقى ادنين يبقى جامعة المذاكرة السالم سهلة جدا هنعمل معاه ايه؟ هنشيل الالف ونحط علامة الجامعة طيب بالنسبة جامعة مؤنس السالم والتسنية هنعمل ايه؟ ازاي هنخليه موسنى وازاي هنخليه جامعة مؤنس سالم بالنسبة الاسم مقصور لما تيجي تسنية او تجمعه جامعة مؤنس سالم هتعمل ايه؟ رقم واحد هتشوف نوع الالف الالف يقيمة ثالثة يقيمة رابعة او اكثر ايه او اكثر من رابعة يعني هتشوف الالف رقمها كام؟ لو الالف رقمها في الاسم ثلاثة او رقمها ايه اربعة او اكتر ايه او اكتر من اربعة اول حاجة لو الالف ثالثة لو الالف رقم ثلاثة هنعمل ايه؟ هتشيل الالف وترجعها لاصلها وبعدها تحط علامة التسنية او الجمع هنشيل الالف ونرجعها لاصلها ونحط علامة التسنية او الجمع يعني مثلا كلمة عصى كلمة عصى الالف هنا اصلها ايه اصلها واو قلنا الالف اصلها واو هنعمل ايه و نحط علامة يا علامة التثنية او الجمع يعني في التثنية هنحط ألف وأنون هتبقى IE هتبقى hommes ولو منصوبة و مجرورة هتبقى II هتبقى IE هتبقى II لما تيجي لجماعة نحط علامة جمع اللي هي الألف والتاء هتبقى II هتبقى IE هتبقى II يبقى لو الألف ثالثة Vasocyanha هنرد الألف لقصها و نحط علامة التثنية و الجمع كلمة زي هدى كلمة زي هدى الألف هنا أصلها إيه؟ أصلها إيه؟ هتبقى هداية هنحطها علمتة التسنية أو الجمعة هتبقى إيه؟ هتبقى هدايان هدايين ولو جمعة تبقى إيه هتبقى هدايات يبقى لو الألف ثالثة هتعمل إيه؟ هتشيل الألف وترجعها لأصلها ونحطها علمتة التسنية أو الجمعة لو الألف فقى رابعة وأكثر من رابعة هتعمل إيه؟ هي حاجة بسيطة قوي هتالب الألف إيه؟ وتحطها علمتة التسنية أو الجمعة يعني مثلا كلمة زي عظمة الآلف هنا ايه الآلف هنا الرابعة هتعمل ايه هتشيل الآلف وخليها ياء ونحط علامة الجامعة هتبقى عظميان عظميين وجامع المؤنس يبقى هيبقى عظميات كلمة زي مستشفى كلمة زي مستشفى الآلف هنا ما لها الآلف هنا اكثر من رابعة هتعمل ايه برضو هنقلب الآلف ياء ونحط علامة التسنية او الجامعة يبقى مستشفى هتبقى هيبقى مستشفيان مستشفيين والجامعة يكون مستشفيات لو عجبك المقطع لا تنسى الاشتراك في القناة وتعمل لايك سبحانك اللهم وبحمدك نشهده الله إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته